هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتح السيسي بالعمل الهجري الجديد وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى أيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية دعيا الله أن يعيده على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمة الإسلامية جمع بالخير والأمن والسلام وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة رمز لتكسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف كمع هذا مدبولي رئيس السيسي على موصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفية من تقدم ورفعة وازدهارة ترجمة نانسي قنقر